البداية طبعا هي خسارة نادي الزمالك اليوم من سموحة 2-0 الزمالك يخسر في الدورة المصري الممتاز 2-0 من سموحة بداية كده أحب أتكلم دايما عن الفريق الكبير الفريق اللي حقق النتيجة جيدة الفريق اللي عمل مباراة كبيرة سموحة لازم نشيد به بداية نشيد بتعامل الكابتن أحمد سامي مع المباراة بدأ المباراة وهو متفاجئ بالتشكيل للاعب بي نادي الزمالك ولو ما كانش متفاجئ بالتشكيل اللي عبي نادي الزمالك كان ممكن من الشوت الاول يحسم المباراة لكن في الشوت التاني تعامل بالزكاء جدا الكابتان احمد سامي استغلي لعبي الفرص اللي جات لهم اهداف كانت اهداف حلوة سدي وجوله صاحب الهدف الاول قدام حضراتكم هدف رائع جدا وهدف مميز جدا على يسار محمد عواد وبعد كده هدف اخر لعبد الكبير الوادي من ضربة جزاء تسبب فيها محمد عبدالغاني محمد عبدالغاني في الكرة دي خطأ يعني خطأ اه مزدوج تغطية للتسلل ورايح يعمل ضربة جزاء بشكل واضح جدا خطأ مزدوج من محمد عبدالغاني في غياب الونش اللي كان قاعد على دكة البودلاء النهارة محمد عبدالغاني شال شيلة تقيلة بعد المقبرة شفتوا تريند على تويتر والناس كلها بتهاجم محمد عبدالغاني وهو في حقيقة الامر محمد عبدالغاني لا يتحمل هزي المورة ممكن يبقى الخطأ ده خطأه طبعا خطأه ولكن لا يتحمل ما حدث في هذه المباراة اللي حصل في المباراة دي يتحمل كليا باتريس كارتيرون الموديل الفني لنادي الزمالك النهاردة باتريس كارتيرون بعد المباراة قال إن إحنا كنا أفضل وإن إحنا ما كناش نستحق الخسارة قاع طرف بأخطاء دفاعية لكن قال إن إحنا ضيعنا فرص كتير وصحيح الزمالك ضيع بعض الفرص مش الكتير مش زي المباراة الماضية قدام بترو أتليتكو ولكن ضيع فرص نادي الزمالك في المجمل الزمالك لو سنح تليه النهاردة 6 فرص مثلا منهم 3 مؤكدين فأنت بتتكلم في نادي الزمالك المفروض يصنع كل المباراة على الآل على الآل 15 لـ 20 فرصة لشان ده نادي الزمالك فأنت أصلا كده عندك تقصير أساسا ده واحد اثنين تشكيلة نادي الزمالك باتفاق الجميع أنا سمعت كل المحاللين النهاردة كل المحاللين حب أسمع أنا محاللين كرة بعد المباراة اللي زايدات عشان يمكن أنا وجهة نظري ما تكونش صحيح أن الناس المختصين أحسن الناس بتاعت الكرة اللي لعبت كرة اللي دربت كرة يعني الناس المختصين جدا يعني كلها منفهم في الكرة وكلها منشوف كرة وكلها منعرف كرة واللي حصل النهاردة من أي حد يقدر يقول أنه اللي حصل كان أخطاء كبيرة جدا ومبلغ فيها جدا من كارتيرون إنك تغير تسع لعبين في القوام الأساسي لتشكيلتك أكيد ده خطأ كبير جدا حتى لو هدفك إنك تريح بعض اللعبين أو كثير من اللعبين أو تغير القوام الأساسي للفريق عشان مواجهة الأفريقية القادمة ليه؟ إنك تغير تسع لعبين حتى لو تسع لعبين في المرعب دول لعبين على المستوى الفردي جيدين وبالمناسبة الفرص اللي ضعت من نادي الزمالك النهاردة اللي تحدث عنها كارتيرون هي كاية من مهارات فردية مش شكل فني وتكتيكي محترم من الجهاز الفني بكارتيرون بس لما تيضير التغيرات دي كلها حتى لو اللعبين عندهم مهارات فردية كبيرة عمرك ما تاخد نتيجة الكورة أساسها انسجام لو أنت عندك أفضل لعبين في العالم وحطتهم كلهم مع بعض فجأة مش هيقدوا بشكل كويس وده اللي حصل من كارتيرون النهاردة لما بدأ يدخل زيزو ودخل أشرف بن شرقي ودخل اللعبين اللي كانوا موجودين على الدكة النهاردة ووسف الجزيرة عشان يعدل النتيجة كان الوقت فات كان الوقت أزب خلاص الموضوع حسم السموحة لما بيسجل خلاص الأمور هتبقى انتهت مع مدرب كبير زي الكابتر أحمد سامي مدرب عارف شغله مدرب فاهم إمكانيات فريقه ويتعامل معاها بالشكل الأمثل الصحيح 100% كارتيرون النهاردة يتحمل المسؤولية كاملة